حبس وتحبس وتعزل وتعزل. انا ما بتعاملش مع افراض اللي بتعامل مع دولة دولة بمؤسساتها. في كل مكان هتلاقي منحرفين. في كل مكان. في جميع المجالات. انما اسلحنا استلامنا فين? فين معضل? انا مش راجل? طلع معضل استلامك انت مئة عشرين مليون وخمسمين. عاجل معاقبة سيد عبد الحفيظ بسبب فيديو او اح سيد حط صح. شهد اول تصريح من محمود الخطيب بعد شتيمة الجماهير المرتضى منصور. السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. عاجل معاقبة سيد عبد الحفيظ بسبب فيديو او اح سيد حط صح. او اح سيد حط صح. بحسب التقارير الصحفية فان ادارة النادي الاهلي سوف تبدأ في الفترة القليلة المقبلة. المفاوضات مع نظيراتها في فيوتشر من اجل التعاقد مع محمد رضا بوبو. واشارت التقارير الصحفية الان محمد رضا بوبو يرحب بفكرة الانتقال لصفف النادي الاهلي في الموسم المقبلة. وكان نادي فيوتشر رفض بيع محمد رضا بوبو لصفف النادي الاهلي في يناير الماضي. بعدما طلب الحصول على 45 مليون جنيه الذي جعل إدارة الشيطر الحمر ترفض دفع هذا المبلغ الذي رأت بأنه مبالغا فيه ويدعو مسؤولون نادي الاهلي محمد رضا بوبو على رأس أولوية النادي لتدعيم وسط الفريق هذا الصيف بعد اقتراب حمد فتحي من الانتقال لصفف الوكر القطري مقابل ثلاثة مليون دولار ووجه مجلس إدارة النادي الاهلي ضربة قوية للأندية الخليجية وذلك بعد الاتفاق بشكل نهائي وحاسم مع حسين الشحات على التوقع لمدة ثلاثة مواسم شاهد أول تصريح من محمود الخطيب بعد شتمة الجماهير لمرتضى منصور دشنا عدد كبير من رواد السوشيال ميدي هاشتاك شكرا جمهور القرن عبر حساباتهم الشخصية بموقع توصيل اجتماعي تويتر للاحتفال بتتوجه النادي الاهلي بلقابي دوري أبطال أفريقيا وتصدر هاشتاك جمهور القرن قائمتان لتريند الأكثر تدونا عبر تويتر وجاء التغريدات من قبل الجماهير النادي الاهلي تعبير عن حبهم وانتمائهم للنادي الاهلي شاهد بالفيديو تعليق مرتضى منصور على شتمته من جماهير النادي الاهلي وفق ما سلو النادي الاهلي على راحل حمد فتح لعب الفريق الأول كرة القدم بالقلعة الحمراء وذلك بعد تلقيه عرض مغرية من قبل أحد الاندي القطرية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة لا سيما أن اللعبة ثبت جدرته بشدة بعد المشاركة مع الفريق الأحمر في المباريات المحلية والقارية وكشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الاهلي كوليس راحل حمد فتح عن الفريق الأحمر والفرمان الصادر من قبل السويسري مارسيل كولر بشان التعاقد مع بديل قوي للعب خلال فترة الانتقالة الصيفية المقبلة من أجل تعويض حمد فتح داخل الفريق بجانب دخ دمان جديد داخل الفريق الأحمر وأوضحت العديد من المصادر والأنباء الصحفية والإعلامية إلى أن نادي الوكر القطرية أتم تعاقده مع المسؤولين داخل القلعة الحمر من أجل الحصول على خدمة حمد فتح لعب الفريق الأحمر مقابل ثلاثة مليون دولار حيث سيوقع اللعب على عقده لمدة ثلاثة سنوات وذلك بعد عودته من المغرب عقب انتهى مشاركته مع المنتخب الوطني على حسب التقارير الصحفية والإعلامية التي أشارت إلى ذلك شاء التصريحات خالد مرتج بعد قرار عودة رمضان صبحي رسميا كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة حرمان الأهل من القيد ثلاث فترات بسبب عدم استداد لنادي هيدرسفيلد الإنجليزية باقي مستحقات صفقة رمضان صبحي وقال أحمد شوبير خلال برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه عبر فضية أون تايم سبورتيس النادي الأهلي ينهى أزمة مستحقات صفقة رمضان صبحي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي وأكد الأهلي يسدد جميع المستحقات لنادي هيدرسفيلد بالفوائد والغرامات التي وقعت عليه من المحكمة الرياضية الدولية مجموعة ما دفعوا الأهلي لنادي الإنجليزي حوالي 300 ألف استالين و30 ألف استالين فهو التأخير من 2019-2020 كما دفع الأهلي تكليف الإجراءات للفيفا بحوالي 20 ألف دولار شاهد تصريحات محمود الخطيب بعد قرار إيقاف كهرباء مدى الحياة أكد الإعلامي أحمد شبير على انتهاء صفقة حمد فتح لعب النادي الأهلي مع نادي الوكر القطري وذلك عبر تصريحات من بنامجه لذاعية وقال شبير انتهت كل تفاصيل صفقة حمد فتح وليبقى سوء توقع العقود والأمر تم حسمه تماما وتابع شبير المبلغ النهائي الذي سوف يدخل خزينة الأهلي ثلاثة مليون دولار ويرغب حمد فتح في الرحيل عن الأهلي بسبب العرض المادي الكبير من الوكر القطري خاصة أنه يحصل مع الأهلي على ثمانية مليون جنيه بينما يصل العرض القطري إلى تسعين مليون جنيه مصري ويعيش اللاعب حالة من النضوج الكروي والتألق وهو الوقت المناسب للرحيلة خاصة أن هناك البدل القوي لحمد فتح في الأهلي سوى أن السولية أو ديانج أو مروان عطية شاهد أول تعليق من محمود الخطيب بعد قرار إيقافه من الفيفا كشف مصدر داخل نادي الزمالك على الساعة القليلة الماضية شاهدت عقدة مسؤلون نادي جلسة مع المحام الإيطالي سلفريتوري لحسب خطوات ملف شكوى محمود عبد المنعم كهرباء لعب الأهلي سواء في المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد دولي كرة القدم فيفا وأوضح المصدر لواطن سبورت أن الاجتماع الشهد الحديث عن موعد وخطة التصعيد بعد عدم الحصول على الغرامة المستحقة للزمالك من اللعب وأشار إلى أنه تم مناقشة كافة الاقتراحات منها تأجيلا لتقديم شكوى جديدة ضد اللعب حتى يصدر قرارا بإيقاف كهرباء منذ بداية الموسم واختتم أيضا أن إدارة القلعة البيضاء لم تخاطب الفيفا بعد انتهاء المهلة حيث أنه كان من المفترض أن يرسل الزمالك اقتارا يفيد بعدم سدد كهرباء للغرامة حتى يتم إيقافه لمدة ستة أشهر إلى أن إدارة الزمالك لم تقم حتى هذه اللحظة بالاختار ورفضت إرسال الاختار لفيفا بالفيديو تصريحات مبكية من والد محمود عبد المنعم كهرباء بعد إيقاف ابنه كشف عمر السولية لعب وسط النادي الهلي عن مستقبله مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وقال عمر السولية في تصريحات تلفزيونية اليوم أنه يرغب بالاعتزال بقميس النادي الهلي وهو تحت أمر الفريق في أي وقت واشدد عمر السولية على أنه في حل رحيله عن النادي الهلي بموافقة الإدارة سوف يعود من إجلي اعتزال بقميس الشيطر الحمر وأوضح عمر السولية أن الفريق بالكامل كان واثقا أمس بتحقيق لقى بدور أبطال أفريقيا رغم تأخر بهدف ضد الوداد المغربية مشيرا إلى أنه حزين لما فعله بعد نهاي الموسم الماضي يقصد القاء الميدالية الفضية على الأرض وتاب عمر السولية أنه يحترم رأي المدير الفن السوسري مرسيل كولر بخصوص مشاركته رغم أنه حزين بسبب ذلك ولكن ذلك لا يؤثر على أمنياتي للفريق بالتوفيق بالفيديو فوز الأقجع يعلن تغريم الأهل وإيقافه قيده بسبب محمود كهرباء يسعى المدرب السوسري مرسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرات القدم بالنادى الأهلي والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع النادى الأهلي من تصرفات واضحة كظلم للنادي لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي